طيب أنا قلت لكم إنه الناس على يعني قيمتها وخبراتها ليهم كل الاحترام والتأدير بس يا جماعة لو اختلافتوا في حاجة ما ترجعوا لللايح بل الأمور دي كلها بتنظمها لايح لو الأهل خد ساعة زيادة حاسبوها عليها بقول لكم يلعب 22 مباراة وقع على حد بعد منه 11 وبعدين الكابت المتحد شلبي وعلى رأيك وعشرة من اللي عمته في العم دوليين يعني بصوا في الفترة حتى بتاعت التوقف عندك عشرة في المنتخبات ما بيرش سوي جادة عندك اتنين في المنتخب الالومبي وعندك عشرة في المنتخب الناشئين اللي الراجل بياخد منهم ناس نهيك على المجموعة اللي أعيرت برضو يعني اللي انت فيه ده مش طبيعي بس اللي مش طبيعي خالص إنه يبقى عندك نص ومحدش يبصله وحسبك على حاجة بزهنه وهو عايز يعمل إفه ويقول لك عواطف ومحاسن والكلام ده كله الحقيقة نص الليحة عشان تكون الدنيا واضحة وتشوفوا إن الناس على قد أعمارها وخبراتها محدش بيبصوا في اللايحة اللايحة اللي اتعممت على كل الأندية والكل ماضي عليها بتقول لهم الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية أو الأفريقية عليها الالتزام بالمواعيد المعلنة بالجداول دون طلب ادخال أي تعديل على التوقيتات والمواعيد أو طلب التأجيل بحيث ده الشرط بقى تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة إذا كانت المباراة الأفريقية أو العربية خارج مصر على رابع يوم وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حالة إقامة المباراة الأفريقية أو العربية داخل مصر يعني بالله عليكم مش ده نص واضح وصريح مش ده واضح وصريح جدا وفي حالة وصول أي من الأندية المصرية المشاركة في الكونفدرالية ورابطة الأبطال إلى الدور النهائي يعني الميزة لو أنت كملت الفاينال في البطولتين سيكتمع مجلس إدارة الربطة لاتخاذ القرار المناسب بشأن التأجيل المطلوب لا يتم النظر في تأجيل أي مباراة لأي نادي إذا تجاوز عدد اللاعبين في المنتخب الأول أكثر من عدد اتنين لعيبة يا كابتن شبير وإنت بتقول إيه عندك برستاو؟ طب ما تلعب ده بيقولك لو ليك أكثر من اتنين لازم أن أأجل لك ما قدرش ألعب مباراة وإنت عندك لعيبة دولية مش موجودة إنت بيتاخد منك بالعشرة إنت بصت لعلي معلوله برستاو بس ما بصتش للشناوي وبقيت زميله اللي في نفس البطولة ولا ديانج ولا ولا يعني بقولك إنت عندك الأجانب والمحليين ما دول كانوا في نفس البطولة برضو أما بقى القياس على الجزائر إنه شباب بالوزداد هيلعب الأهل ولاعب سمع ومنشاط الحقيقة الواضحة والمخفية اللي محدش عايز يقولها أو الكابتن شبير ما استخدمش المنطق ده فيها إنه الجزائر معطلتش الدور بتاعها يعني شباب بالوزداد والدوري كله شغال أثناء كاس الأمم لأنه المنتخب الجزائري كله من اللاعب المحترفين بالخارج جمال بالماضي محتاجش ولا لعب محلي فهتوقف الدوري ليه وإنت عندك كل المحليين بتوعك موجودين وكل الأجانب هم أو المحترفين في الخارج هم المنتخب فالقياس خاطئ جداً والمقارنة مش منطقية إنما كمان للكابت المتحد وإنت في حاجات بتتفرد عليك إس فجأة يعني عامل حسين ده لازم أن يتحول لحاوي تجيب واحد حاوي يدير المسألة لأنك وإنت عامل الجدول وأعلنته إلحق إيه الأهل والزمالك في نهاية كاس مصر في السعودية أيها بس أنا عندي هنا في الجدول الأهل والزمالك يوم 13 مارس طب ما نروح نلعبهم هناك 13 مارس لا ما ينفعش لأن 13 مارس هتكون دخلت في شهر رمضان وما فيش لعب كورة في رمضان في السعودية فلازم أن تلعب بدري ف13 مارس تتمدل 8 مارس تتقدم لـ 8 مارس قل لي مين يملك يقول لا وإنت كان مفروض عندك 9 مارس مباراة و1 مارس عندك مباراة أفريقية الحل إيه؟ أهي سفرية جات والشركة الدعية أو المنظمة أو الشركة الرعية بتقولك للأهل والزمالك إحنا حجزلك 6 يام و 5 ليالي 6 يام و 5 ليالي أو الزمالك مانت كان حيلعب تسع مارس وحيتأجله نفس الحكاية كان عنده ما تشجونه فأنت أجلت للزمالك وأجلت للأهلي وأجلت البرامدز أجلت البرامدز مباراته مع الأهلي ليه؟ لأنه بيرامدز عنده مباراة مع مازينبي وعنده مباراة بعدها مع نوازيب الموريتاني هنا مع مازينبي بره فيما بينهم كان حيلعب مباراته مع الأهلي الميزة أو القاعدة أو اللايحة اللي أنت طبقتها على الأهلي فيما بين مباراة شباب بالوزداد والمباراة بتاعة ميديامة الغاني هي نفس اللايحة ونفس المنطق ونفس المصطرة اللي ماشيت بيرامدز عليها فأجلت له مباراة الأهلي المحشورة بين المباراتين الأفريقيتين لبيرامدز فين المجاملة وفين عواطف وفين عواصف وفين الكلام الفارغ ده عشان يتم في النهاية تصوير الموقف للجمهور إن الأهلي بيتجامل والأهلي السبب في تعطيل الجدول الأهلي هو اللي بيدفع داما هذا التعطيل لأنك بتأجله عدد من المتشاط لأسباب ما هواش مسؤول عنها وعليه إنه هو يتعامل معاها بعد كده بالجدول المضغوط فتكون الإصابات بالشكل لا في نقطة 8 8 كابتن متحت أثارها أرجع بس لأن كل المواضيع مرتبط قالك إن عدم لعب يعني لما بيبتدي المواسي متتلاحق ما بديش فرصة لأن دي تاخد الكواليتي العالية من اللعيبة الأفارقة طيب هو تعالي نشوف اللعيبة الأفارقة اللي في النادي الأهلي مين عندك ديانج دولي برشتاو دولي علي معلول دولي ثلاثة موجودين منتخبات وقبلهم كان بنون كان دولي أنت عندك رضا سليم لو لأنه مصاب كان ممكن عنده فرصة وهو أحسن لاعب في الدوري المغربي لما أنت جبته لما جبناه كريستو بيروح ويخش وفي المتخب اللومبي بيروح يعني كلها لعيبة من الكواليتي اللي أنت كابتن بيتحب تنادي للتعاقد معه أعلى من كده حيبقى قدرات مليئة بقى مش حنقدر نجيب لكريستاني ولا بنزيمة ولا كلام ده لكن احنا بيجيب أفضل لعيبة لعيبة دولية على قدر الإمكان وفي النص يحصل لك اختيار ربنا ما يوفقوش بترجع تصوح نفسه لكن ده دوارد في دنيا كرة القدم في الكواليتي العالية جدا جدا فيه لعيبة مبهرة على مستوى العالم حتى الآن لم توطق رونالدو السنة اللي فاتت ما جابش الدور للنص سنة دي ناطا بنزيمة مداش المرضود للناس متقعا فرمينو كده تا وارد لكن وارد السنة الجاية كل دول يمطلقوا لأن قدراتهم عالية طبعا فكرة القدم كمان مولى اللي حصل بقى مش بس في البطولة أسيا وبطولة أفريقيا للأمم بيقول ايه بلاش حسابات ورق أو ألم في كرة القدم النهاردة قطر مع الأردن النهاردة كودفار بعد ما خرجت والناس بتلم الكراسي بترش مية لأ سنة نرجعوا رجعوا ده احنا لسه حنلعب ياخد البطولة وكل ما تشاطهم حرجا حتى بتنفر متأخرين يتعدوا ويكسابوا ضربات ترجيع مش عارف ايه ويكسابوا فكرة القدم دائما ليها منطقها المختلف حط اللي انت عايزه من قواعد فنية وتحليلات وطاقة حرارية ويجري ويعمل ويحلل لكن هناك حاجة اسمها التوفيق داخل المباراة والعزيمة من أجل تحقيق أهدافك ترجمة نانسي قنقر